قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَفْنَا يَرُسُ أهلنا وسهلنا ورحمة إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسن وصفات العلا الذي جمعنه وإياكم في هذه الساعة مباركة على طاعته أي أجمعنه وإياكم في جنته ودار كرمته مع النبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وبعد أحباب الله الكرام الإنسان الجديد اللي إحنا عايزينه يخرج من وراء السلسلة دي مليان صفات جميلة وعلى رأس هذه الصفات صفة الإحسان وإن شئت فأقول صفة العفو الإحسان هنا مش المقصود دي الإحسان الشرعي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولكن الإحسان اللي أقصده بهذا المعنى بهذا المعنى هو الإحسان بمعنى أن تحسن إلى من أساء إليك أن تعفو عما وظلمك دا كمنهج يوسف عليه الصلاة والسلام من أول الصورة إلى آخرها يوسف عليه الصلاة والسلام الظلم كتير والظلم من أقرب النس له الظلم مرة من إخواته أقرب النس له والظلم مرة من امرأة العزيز وزوجها اللي تولوا تربيته من بعد أن بيعه في نصر ومع ذلك سبحان الله نلمح منهج العفو والإحسان في حياة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام خليك إنسان جديد حاول بقدم مستعلى وفي يوم من الآيام الظلمت أنك تسامح عيش بالمعنى دا حاول في يوم الآيام أنك تعفو وتصفح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اتعلم المعنى دا من يوسف عليه الصلاة والسلام وطبقوا عملي يوم فتح مكة لما قال لأهلها لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام عاش الظلم أولا من أخواته واحد لما حقدوا عليه وحسدوه اتنين لما احتالوا على أبيهم وأرادوا تنفيذ المؤامرة اللي فيها قتل يوسف أو إلقائه في الجب يذكر لنا الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره ويروي عن ابن عباس أن أخوة يوسف أخذوه لللعب معهم وكانوا يحملونه على أكتافهم لا يضعه واحد منهم إلا رفعه الآخر وكان يعقوب عليه الصلاة والسلام يشيعهم نيلا حتى رجع فلما انقطع بصر يعقوب عنهم رماه الذي كان يحمله حتى كاد يوسف أن ينكسر يتخيل هو شيء ليوسف على أكتافه أول مبسط كده لأن يعقوب خلاص اختفى ولا يراهم أخذ يوسف عليه الصلاة والسلام أو أخذ يوسف عليه الصلاة والسلام وضره بالأرض حتى كاد أن ينكسر فالتجأ يوسف عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير وتخيل معايا البشاعة بتاعت المشهد فلجأ يوسف عليه الصلاة والسلام إلى واحد آخر من إخوته وكان لا يجد منه إلا أشد ما وجد من أخيه الأول من الغيظ والحقد والحسد عفاني الله وإياكم فاستغاس يوسف عليه الصلاة والسلام بروبيل أخوه الأكبر فقال يوربيل أنت أكبر إخوتي وأنت الخليفة من بعد والدي في رعايتي أنا أخوك ارحمني وارحم ضعفي فلطمه على وجهه لطمة شديدة وقال لا قرابة بيني وبينك أدعو الأحد عشر كوكبا فلتنجيك في هذا اليوم فعلم يوسف أن ده حقدهم بسبب الرؤية التي رأاها فتعلق يوسف عليه الصلاة والسلام بأخيه يهوذة وقال يا أخي ارحم ضعفي وعجزي وحداثة سني وارحم قلب أبيك يعقوب ارحم قلبي يعقوب فما أسرع ما تناسيتم وصيته ورقدتم عهده المشهد ده مشهد صحب جدا على نفسه إن الكل يتعاون عليه بهذه الصورة على الضرب والإهانة بهذا الحال لا يرحمون ضعف السن ولا يرحمون ضعف النسب ولا يرحمون هذه الاستغاثة بل حتى ما نفذوا وصية أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام سبحان الله يذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن سدية رحمه الله قال إنه لم يكن بين إكرامهم ليوسف عليه الصلاة والسلام وبين إظهارهم الأذى لهم إلا أن غابوا عن عين أبيهم بس وتواروا عنه ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه يبقى المسألة ما كانتش ضرب بس ده كان فيه ضرب وكان فيه اشتيمة ثم جاءوا بعد ذلك به إلى الجب الذي اتفقوا على وميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطنه وشتمه وإذا تشبث بحافات البئر جاءت شبس هنا بحافات البئر ضربوا على يديه تخيل يوسف بيتعلق كده بحافة البئر وهم بيضربوه على أديه ثم قطعوا عنه الحبل فسقط يوسف عليه الصلاة والسلام في الماء متخيلين بشاعة ما فعله أخوة يوسف بيوسف يوسف ما نسي هذا أبدا أبدا ممكن في يوم من الأيام أخوكي يكون عمل معاك كده على فكرة أو في يوم من الأيام أخوكي يكون عمل معاك كده أو والدك أو والدتك أو عمك أو أي حد من قريبك السيطرة ممكن تسامح ممكن تعفو يوسف عليه الصلاة والسلام ما انتهتش محنته مع أخواته أنه ترمى في البئر المسألة كانت أكبر من كده أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءت القافلة وعايزين يطلعوا ميا من البئر وهم بيطلعوا الميا من البئر كده وهم بيطلعوا الميا وجدوا طفل صغير معلق بالحبل بتاع الدلو كده فأخذوه وأسروه بضاعة ثم بعد ذلك باعوه بيع العبيد يبقى بعد الضرب والإهانة والإلقاء في الجب باعوه بيع العبيد مش كده وبس وبعد كده عاش في القصر ودخل السجن كل هذا الأذى عاشه يوسف عليه الصلاة والسلام مع أخواتي مش كده وبس حتى بعد ما يوسف كبر وبقى عزيز نصر دخل عليه أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام وقالوا ده يوسف كان حرامي زمان الحقد والغل والحسد والبغضاء لسه فقلوهم بعد ربعين سنة سبحان الله العجيب في الأمر كيف تعامل يوسف معهم قمة الأدب قمة الإحسان أول ما دخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام عرفهم ومن أول مرة لم يواجههم يوسف عليه الصلاة والسلام بأنه هو يوسف لم يواجههم من أول مرة ليه؟ لأنه كان خايف لو قال لهم أنا يوسف أنهما يرجعوا وما يجوش تاني وهي يعلم أن أهله في حاجة إلى هذا الطعام اتنين أوفى لهم الكيل أوفى لهم الكيل بمعنى الطعام اللي كانوا عايزينه ادالهم بالزيادة مش كده بس ثلاثة ورد لهم بضاعتهم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها يعني هما كانوا جايين بملابس مثلا أو بفضاعة جايبينها من الشام ويدفعوا الملابس دي مقابل الطعام فسيدنا يوسف ادالهم الطعام مش كده بس ويزود لهم الطعام كمان مش كده بس وقال لهم الملابس والحاجات اللي كانوا جايبينها دي حطوها لهم في قلب الأكل بتاعهم كمان عشان لما يرجعوا لبلادهم ياخدوها ويعرفوا أن دي حاجتهم مش كده بس ثلاثة يوسف عليه الصلاة والسلام في منهج الإحسان عرفهم الخطأ من غير تأنيب لما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم سبحان الله عرفهم الخطأ وما عادش قال لهم فاكرين لما ضربتوني فاكرين لما أهنتوني فاكرين لما رمتوني من أعناق طب فاكرين لما تعلقت بالبلبير وقعتوا تضربوا على أدية لحد ما قعت في البير ما قال لهم شيء أنا تبعت بيع العبيد بسببكم لم يقل يوسف هذا أبدا يوسف كان إنسان محسن إننا نراك من المحسنين سبحان الله من غير ما يعد يأنب ما عادش يقولهم أنتو عملت وعملت وعملت لا والله عفى عنهم وصفح من غير تأنيب قال لا تثريب عليكم اليوم الأمر الرابع دع عليهم قال يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين خمسة أكرم مثواهم لما جم مرة أخيرة بقى إلى مصر قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين الكلمة دي لا تقال لواحد في يوم من الأيام أنا تهنت بسببه أو واحد شتمني أو واحد ضربني أو واحد أذاني مش كده وبس ده حتى وهو بيتكلم معهم قال وقد أحسن بي إذ أخرجني يا ترى قال من الجب ولا قال من السجن لا لا قال أخرجني من السجن طب إيه علاقة أخوة يوسف بالسجن هم رمو في الجب لو اتكلم على قضية الجب يبقى هو كده بيهنهم وهو كده بيلومهم هو قلوم قبل كده لا تثريب عليكم اليوم فقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ما قالش الجب علشان ما يحرجهمش بعد كده التمس لهم العذر وقال مش هما اللي رموني في السجن لا خالص ده ده كان فعل الشيطان مش فعل أخوتي من بعد أن نزغ الشيطان وبيني وبين أخوتي ده كان فعل الشيطان مش فعل أخوتي خالص يا الله إيه الأدب ده إيه الأدب ده اللي كان عندي يوسف عليه صلى الله عليه وسلم إيه الإحسان ده إيه العفو ده ممكن حد فينا يعمل كده ممكن حد فينا يعمل كده حد بعد الناس اللي أزيته وظلموه وأذوه يقولهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم سبحان الله مش كده وبس ده سيدنا ينصف عليه الصلاة والسلام كمان عفى عن الناس اللي أذوه يعني امرأة العزيز وزوجها حطوه في السجن ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين عارفين انه هو بريء ومع ذلك حطوه في السجن ولبس في السجن بضع سنين ومع ذلك لما حس ان الناس دي كلها فرطة ودخلها على مشكلة كبيرة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام سمحهم وعفى عنهم وأول لهم رؤية وقالهم خلاص أنا متنازل عن حقي أنا سمحتكم كلكم سبحان الله ممكن تعفو خلي ليك قدوة في سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قيمة الإحسان في حياته قيمة العفو في حياته على فكرة يوم ما هتعفو النهاردة عن حد أسائلك وإحنا في شهر العفو وإحنا في شهر الوفوان إحنا في شهر رمضان شهر ربنا سبحانه وتعالى بيعفو عن كل خلق أعفو أنت بقى أعفو أصفح ليه واحد ليه أعفو أصفح واحد لأن الله سبحانه وتعالى قال أن هذا الإنسان الذي يعفو له عند الله أجر عظيم فيه تلاتة من الناس ربنا لما اتكلم عن أجرهم محدد لناشا يغضوا قد إيه ولكن قال بغير حساب واحد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اتنين الصيام فإنه لي وأنا أجز به كما قال الله عز وجل تلاتة العفو لأن أجر عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم قوي قال الله سبحانه فمن عفو وأصلح فأجره على الله أجر على ربنا يوم القيامة جبال حسنات بسبب في يوم من الأيام أن أنت عفيت عن جرتك اللي في يوم من الأيام أزتك اتنين علشان دي من أجل صفات أهل الجنة قال الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون في الصراء والضراء والكام ويمين الغيو ولا عفين عن الناس ممكن تسمحي أخوك لما حصلت المشكلة بينكم بين بعض بساوي الناس ممكن تعف عنه النهاردة عشان ربنا يدخلك الجنة قال الله وَلَائِكَ جَزَاؤُهُمَّ مَغْفِرَةٌ مَنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْنِهِ مِنْ تَحْتِهِ الأنهار تلاتة ممكن نعفو على الناس عشان ربنا يعفو عننا ربنا دايما سبحانه وتعالى بيتعامل معنا من جنس نحن نتعامل مع الناس لو عفين عن الناس ربنا يعفو عننا ربنا سبحانه وتعالى إلنا بالقرآن وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم صدقني أنت النهاردة لما تعفو عن منظرمك ده مش إذلال لك ولا حط من قدرك أو حط من مكانتك لا والله بيزدك في نظر الناس عزة ورفعة قال الله سبحانه وتعالى وما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة يوم ما هتعفو إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك ويغفر لك النبي علمنا كده وقال لنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله من عبد بن عاص قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم عاود نفسك النهاردة إنك تسامح عاود نفسك النهاردة إنك تعفو وتغفر عاود نفسك النهاردة إنك تتجاوز عن الناس اللي أخطأوا حقك لعلن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنك كان في واحد في يوم من الأيام بيبايع الناس لم يعمل خيرا قط كل حيث سيئات كل حيث معاصر ما عملش خيرا قط إلا أنه كان يبايع الناس أو يدين الناس وكان يرسل غلمانه ويقول تجاوزوا عن المعصر فمات هذا الرجل فقال الله عز وجل هل عملت خيرا قط قال الله يا رب وعزتك وجلالك لم أفعل خيرا قط إلا أنني كنت أتجاوز عن الناس فقال الله عز وجل أنا أحق وأولى بهذا منك تجاوزوا عن عبدي تجاوزوا عن عبدي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقولها النهاردة ليك يوم ما تقولي أنا خلاص هتجاوز عن فلانة رغم أنه يأذيتني وعملت معي مشكلة ربنا سبحانه وتعالى يقولها ليك النهاردة يقول الله لملائكة تجاوز عن فلانة لنسامح وعفى وظفر أخوانا منهج الإحسان ده هيخلي الناس فعلا تقرب مننا أكتر منهج الإحسان هيخلي الناس تحبنا منهج الإحسان هيخلي الإنسان اللي فيه من الأيام ظلمني إن شاء الله يبقى إنسان قريب جدا مني قال الله سبحانه ادفع باللاته هي أحسن السيئة حد أبنك بالسيئة أبن أنت بحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي من حميم سبحان الله ما تنسوش أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعرفة يا شيخ بس أنت ما تعرفش قدر الأزل هم أذولين أقول لك افتك القول الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أعداءنا يا ما حسدون على دننا ربنا بيقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره اتنين عايز تقول لي يا ما أزوني أخدوا مالي وظلموني أقول لك افتكر إن ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود ولا تزالوا تضطروا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفحوا اعفوا عن اليهود إلا أزوك وظلموك بل ربنا لو في يوم من الأيام كان في أكل وما فيش بعد كده قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياتهم قال الله عز وجل كتب عليكم القصاص وكما كتب على الذين من قبلكم ثم قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم قصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ثم قال فمن عوفي لهم من أخيه شيء واحد أتل حد قريبي ونقول خلاص احنى عافينا عنه سبحانه الله ربنا بيقول في شأن الطلاق قال الله عز وجل إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قاليها في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم حد سرأك اعفوا عنه تعافوا الحدود فيما بينكم وحتقذفك تعافوا الحدود فيما بينكم النبي علمنا اعفوا واصفحوا اتعلموا منهج الإحسان من يوسف عليه الصلاة والسلام اللي عفى وصفح عن إخواته وعفى وصفح عن ناس اللي ظلمته ودخلوا السجن فمشاء الله ربنا أبدالوا بالعفو ده عز تعالوا شوف قول النبي ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة شوفوا النهاردة سبحان الله النهاردة بيضرب يوسف عليه الصلاة والسلام المثل في كرمه وعفوه عن إخوته ويضرب بالمثل في كرمه وعفوه عن الناس الذين ظلموا وشوفوا سبحان الله قدئي ربنا سبحانه وتعالى مكن له في الأرض وأعزه الله تبارك وتعالى ليه منهج الإحسان سامح وعفوه خلي قلبك نظيف وقول أنه النهاردة يا رب اللهم إني أشهدك أنني قد تصدقت بعرضي على كل إنسان وقع فيه اللهم إني أشهدك أنني قد سمحت كل إنسان تجاوز في حقي ساعتها والله والله يا أخوانا نسمعها بأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله سبحانه وتعالى تجاوز عن عبدي فأنا أحق وأولى بالتجاوز منه درس النهاردة عفو وصفح وإحسان تعلمنا من يوسف عليه الصلاة والسلام يزاكم الله خيرا هذا وصلى الله ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند مساعنا فأكله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر